كانت حصة تموينية صارت سلة غذائية كانت 12 وجبة بدلوها ب 6 عقد بقيمة 2 مليار دولار نطول شركة كل رئيس مالها مليونين دينار اتوقع هذا العقد قبل موافقة الوزارة ورئاسة الوزارة بخمس تشهر جابوا لك مع جون صيني بدال التركي جابوا لك زيت الصوية ابو ريحة بدال عباد الشمس الداينو من مصرف حكومي حتى يفتحون اعتماد بمصرف الجنوب الاهلي اللي هو اساسا ملك لصاحب شركة الاويس المحتكرة لعقد السلة الغذائية كل هذا الكلام وغيره موثق في محاضر رسمية عشرات الملاحظات والشبهات بعقد السلة الغذائية وعلاقة هذا العقد بمصرف الجنوب مع هذا العقد مستمر واستنزاف قوة العراقيين ايضا مستمر صح الصدور والسلة الغذائية معي انا حسين سعدون